موسيقى مساء الخير من بين سحر المدن خرجت بيروت إلى ضوئها إلى زمن ساحة البلد وألق الماضي والحجارة التي تحكي اشتركت مدينة الصبا في المنافسة فربحت سهرها وأمنها وغنت مع فيروزتها بيروت يا وطن الحضارة والنهى الحب يبدي والجفاء يهدم صخب الموسيقى والأضواء التي انعكست من كنيسة على مسجد وضجيج السهر ودقات منتصف قلب الليل والوسط كلها رسائل إلى من كان سيهدم البيت على بانيه إلى من ادعى اهتزاز الأمن والطراب الوضع وخاف على الرئيس فرماه إلى أكثر أيامه مرارة هذا نورنا فخذوا نيرانكم هذه بيروت ست الدنيا التي كانوا سيهدونها مكان الوردة سكينة وعلى سطوح بيروت ارتفعت السنة عالية الرأس ونافست بالضوء كبريات المدن في أوضح رد على كل من ادعى وزيف قبل أن يصوغ سيناريو الحرب والفتنة فأين اختفى كل هذا الخطر؟ ماذا فعل عادل الجبير؟ عندما وصلته أنباء الأمن المستتب بالأمس وإن ذهب بتصريحاته المرعبة التي أكد في آخر واحدة منها أن الوضع في لبنان مأساوي وقد اختطفته جماعات إرهابية ولن نسأل عن تخوف ثامر السبهان لكون الرجل أصبح في محنة ويقع تحت ظروف غامضة لا تسمح له بالتغريد إلا ولاء للبيعة لكن ما تبقى من رواسب بحص يدفعنا إلى سؤال ودي لوزير الاتصالات جمال الجراح عن تلك المعجزة التي اشترحها ذات لقاء على قناة العربية الراعي الرسمي للخطف وترويج الفوضى في لبنان فتراء لوزير المستقبل أنه رصد تشويشا على موكب الرئيس سعد الحريري ولم تسعفه الرؤية إلا لدى احتجاز الحريري في السعودية بالأمس ردت بيروت على هذا التشويش بطلوع ضوئها ووجهت رسالة صاطعة إلى من كان يعنيهم الأمر على هذه الرسالة ينقلها السفير السعودي وليد العقوب إلى بلاده ويقدمها غدا مع أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية وليضمن كتابه الدبلوماسي أن هذه البلاد بخير ورئيس حكومتها في أحسن أحواله وتجواله وأن وطنه حماه وبكل أطيافه من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب إلى حزب الله وعموم سكان لبنان اليوم يأس العاملون على الفتنة من تنفيذ المهمة لكن لديهم مهمات أوسعة وأشد تعقيدا وسوف يشغلون بها عن لبنان لأن مسرحها إيران وعلى هذا المسرح تصاعدت حركة الاحتجاجات وتجاوزت شعاراتها المرفوعة الهم المعيشي لتطاول الشأن السياسي إذ انتقدت كل من التيار المعتدل والأصولي الذين يشكلان جناحين نظام لتفوت على الأصوليين فرصة للنيل من تيار المعتدل حسن روحاني ووضعت بذلك النظام كله أمام خيار من اثنين الأول تكرار تجربة العام 2009 عندما قمعت السلطات الحركة الخضراء والثاني استجابت حكومة روحاني لبعض مطالب المحتجين ذات الأبعاد المطلبية وبالفعل فإن روحاني أكد اليوم خلال اجتماعه مع الكتل البرلمانية أن حكومته تتعامل مع الانتقادات واعتراضات الناس كفرصة وليس كتهديد ومؤكدا أن الشعب الإيراني سينزل بالملايين إلى الشوارع دعما للنظام إن تطلب الأمر ومع اتهام طهران كلا من أمريكا وإسرائيل والسعودية بتأليب الشارع الإيراني دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعبا معتبرا في تغريدة على موقع تويتر إن الوقت قطحان من أجل التغيير في إيران وأضاف إن إيران فشلت على كل المستويات على رغم الاتفاق الرهيب الذي أبرمته معها إدارة أوباما لكن كعادته في كل موقف فإن تدخله هذا قد يكون بمثابة انذار للإيرانيين للتوحد ضد الخطر الخارجي كما يفعلون دائما لذا فإن صحيفة نيويورك تايمز سخرت من الرئيس الأمريكي نصحة إياه بالتزام الصمت حيال ما يجري في إيران وقالت في افتتاحيتها لنقدم لسيد ترامب نصيحة مجانية التزم الصمت ولا تفعل شيئا وشددت الصحيفة على أن إنهاء ترامب الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات ليقدم خدمة للمعارضة بل سيعطي الإيرانيين سببا للتوحد بدلا من العمل ضد الحكومة